قالت وكالة الأنباء القطرية إن وفودا من كل من قطر وتركيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية توصلوا في الدوحة إلى اتفاق على نقاط رئيسية تتعلق بتشغيل مطار كابل الدولي وذكرت الوكالة في بيان اختتم في الدوحة اجتماع ثلاثي لوفود من قطر وتركيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية حول إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي وأضافت أنه تم الاتفاق إلى الاجتماع على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل مطار كابل من دون توضيح هذه المسائل وأوضحت الوكالة أن هذا الاجتماع يأتي استمرارا للمباحثات السابقة والتي جرى آخرها بين الأطراف الثلاثة بالعاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات ستعقد الأسبوع المقبل